منذ أيام قليلة والعدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا يتعد عشرة ألف حالة الأمر الذي أدى إلى أعلان حالة استنفار قصوى في جميع المصالح الطبية فبلادنا دخلت مرحلة الانتشار المجتمعاتي منذ أزيد من خمسة أسابيع ونحن الآن في النصف التصاعدي للمنح الوبائي وهذا ما يفسر استمرار الارتفاع المقلق في عدد الحالات الإيجابية المسجلة في بلادنا خلال الأسبوعين الماضيين من بداية الشهر مارس إلى حدود غشت نسجلناش عشرة ألف حالة وحاليا في ظرف وجيز جدا نسجل يوميا عشرة ألف حالة أو ما يفوق أرقام تحوم حول العشرة ألف حالة وهذا رقم مهول جدا هذا شيء ناتيج لعوامل الموضوعية وذاتية العامل الأول هو الانتشار عبر العالم دي المتحور الهندي دلتا هذا المتحور المعروف أنه أكثر انتشارا وأكثر قوة على الانتشار والمعدل تكاتور دياله هو مرتفع جدا الأقل ثلاثة المرات المعدل دي المتحورات السابقة النقطة الثانية هو عجاف واحد الموجة ديال الاحتفال بعيد الأضحى استقبال ديال المغاربة العالم لكنا مشتقل لهم مشتقل لنا في عملية مرحبان الخروج دي المغاربة في عطلة الصيفية بحسب تقرير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في عملية التطعيم بلقاحات كورونا بـ 24 مليون جرعة المغرب عليه أن يسارع بالتلقيح وهذا ما تعمل عليه بجد وزارة الصحة والسلطات الإدارية المغرب أضاف مؤخرا الحوامل والمرضعات وحتى المصابين بالحساسية للفئات المستهدفة بالتلقيح هناك حد للشباب على التوجه لمراكز التلقيح ولكن لا زلنا لحدود الآن في المنحة الارتفاعي للموجة أمام الوضع الوبائي الحرج اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة حيث شددت من القيود بإعلان الإغلاق في الساعة التاسعة ليلا والسماح بإقامة أنشطة وتجمعات وفق شروط محددة أرقام قياسية للإصابات وترقب لبلوغ المنحن الوباء ذروته خلال الأيام القليلة المقبلة هذه المؤشرات غير صارة في الوضع الصحي ووعي المواطن هو العامل الأهم لتجاوز الوضع الحرج وتفادي العودة إلى نقطة السفر اكرم الأزرق قناة الغد الريباط ترجمة نانسي قنقر